موسيقى الواحدة والنصف اهران موعدكم الدائم والثابت مع برنامج عالم الصحافة هذا البرنامج الذي نطالع فيه عنوين الصحافة المحلية الرياضية نتعمق في ثناياها نقرأ ما وراء الخبر ونسبر أغواره كل هذا وأكثر في هذه الساعة من برنامج عالم الصحافة مشاهدين الكرام أنتم جزء من هذا البرنامج من خلال مشاركتكم عبر هاشتاغ عالم أندرسكور الصحافة والظاهر في أعلى الشاشة الآن شاركونا بأسئلتكم وبآرائكم وإن شئتم بتعليقاتكم على رأي ضيوفنا الكرام وحين نحدث عن الضيوف ففي البداية نرحب بهما معنا هنا في الاستيديو الأستاذ أبو عبد الرحمن منصور العنزي العلامي والناقض الرياضي أهلا فيك فلا أهلا فيك أخي أبو محمد سعيد بتواجدي معكم وإن شاء الله أن نقدم ما يرقى لذاقة المشاهدين الكرام والحين جهزية الأستاذ غالب أسهلي العلامي والناقض الرياضي من القصيم نبدأ في أولى فقراتنا مباشرة فقرة ما انشئت في البداية 16 بلنتي طاروا وتقولوا دفع بيتوركا يلجأ للثلاثة قبل الديربي وفي عنوان جانبي سعيد يصل يعود للأهل ويكشف للنادي القانون لا يحمل المغفلين أما الرياضية فكتبت فيصل بن تركي ما سوى شيء تقرير الحكم الخنفوش يخلو من تدوين الموقف الذي جمعه بالرئيس في نهاية مواجهة النصر والشباب الكثير هلالي وعيونه زرقاء والمولد يكشف للرياضية تفاصيل شال المطار ويؤكد لم أعد للأهل أما صحيفة الرياضي فعنونت الهلال يقلد النصر ويطلب سلفة بـ 40 مليون بضمان الرئاسة عنوان الآخر اتحاديون لا نريد الخضير أمام الأهل كانت هذه منشتات الصحف الرياضية المتخصصة لهذا اليوم بدأناها بالنادي ثم الرياضية ثم الرياضي في البداية أبو عبد الرحمن بسألك سؤال بشكل عام عن هذه الصحف كيف ما هي إدلاجية هذه الصحف في الأيام التي تخلو من المباريات والأحداث الرياضية الكبرى شوف عالم الصحافة عندنا اللي هم مقتبسين منه اسم البرنامج يستحيل أن يمر اليوم دون إثارة صحيفة الرياضية الرياضي النادي شهادتي فيهم متروحة يقودونها أساتذة كبار نتعلم منهم ونبقى تناميذ تحت أيديهم خصوصا صحيفة النادي لأنني أنتمي لها لكن الوسط الرياضي عندنا يستحيل أن يمر يوم دون إشكالية دون أزمة دون أمر يبقى مثار جدل في الساحة الرياضية هذا هو المحرك الرئيسي للإعلام الرياضي لدينا وهذا هو الموجه للصحافة في دراسة ما وراء الخبر الآن وسائل التواصل الاجتماعي ما خلت مجال أنك مثلا تنفرد بالخبر إلا ما ندر ولكن مناقشة أبعاد الخبر وراء الخبر هو المتميز في الصحافة حقا والدرياء لكلامك أبو عبد الرحمن النادي عنونت بعنوان مختلف عن الرياضية أيضا الرياضي كانت بعنوان مختلف لكن الشيء المشترك بين الثلاث الصحف اللي هي الرياضي كتبت بقرالك العنوان عن الشيء المشترك 16 بلنتي طاروا وتقولوا دفع أهلاوي يهاجم حمل التحريض الهلالي على الملكي ويسأل والرياضية الكثير الهلالي وعيونه زرقاء والاتحاديون لا نريد الخضير أمام الأهلي العنوان الأبرز دائما هو الشكو من التحكيم والله التحكيم هو الداء الذي لم نجد له دواء ولا نجد له دواء مدام أنديتنا تسير بهذه الأفكار مدام كل شخص يجير فشله أو السقوط لديه إلى التحكيم أمس أستمع إلى مداخلات أحد رؤساء الأندي السابقين في إذاعة فاتحدث قال أنه طبيعي الحديث عن التحكيم كان يتكلمون في نفس موضوعنا مصلحة المسلم رئيس نادي نجران السابق قال طبيعي أنا كرئيس نادي أبحث عن أقرب سبب ما رح أطلع مثلا وأقول أنه أنا السبب في الخسارة أو فريقي أو اللائب الفناني أو المدرب رح أبحث عن أقرب سبب وأحمله للهزيمة هذا ما يعفي إن تحكيم أنا مثلا التحكيم المميز يوجد أخطاء في التحكيم ولكن هي أقل مما شاهدناه مثلا خلال السنتين أو الثلاث سنوات الأخيرة طيب التحق بين الضيف الآن من القصيم معنا الأستاذ غالب أسهلي من القصيم يا هلا وغلا فيك غالب حياك الله أحلام فيك ورحب أيضا بالأخ منصور وزميل منصور حياك الله غالب نفس السؤال أشياء المشترك كان في الصحف الرياضية المتخصصة اللي ذكرنا مشتاتها أو عنوينها الرئيسية كانت شكوى من التحكيم أو كل نادي يرفض حكام معين هل في آلية حاليا في أندية تطلب حكام معينين أو ترفض حكام معينين لمبارياتها؟ وهل هذا سيفتح باب لجنة الحكام وللأندية كذلك؟ بسم الله أحمر الرحيم أنا أعتقد أنه يمكن في مصادفة اليوم أنا كتبت موضوع اليوم عن حال الأندية الوسط مع التحكيم وأنهم يطالبون بالمساواة مع الأندية الكبيرة يرون أنه هناك فعلا دفع رباعي للأندي الكبيرة وإحنا كأعلاميين شهدنا خلال المباريات اللي راحت في الجولات السابقة هناك أخطاء التحكيمية طبعا هي غير مقصودة لا شك ولا إن شاء الله نتهم أحد لكنها موجودة وسببت فجوة بين الوسط الرياضي وبين التحكيم أنا أحب أقول أن الإعلام لما يتكلم عن التحكيم أو المسؤولين عن الأندية لما يتكلمون عن التحكيم هذا أعتبرها نقطة سلبية أن تلتفت الأشياء أو جزئيات قد تشكل عليك في مسيرتك يعني مثل الآن الأهلاويين لما يتكلمون عن مثلا أن هناك دعم أو انشغال هلالي في التحكيم وأن هناك دفع رباعي للأهلي أو ما شابه من هالكلام هذا طبعا يغير مسار الأهلاويين نحو البطولة المفروض أنا حينما أفكر في بطولة أترك كل الجزئيات الصغيرة هذه ولا ألتفت لها وما دام فريقي يعني ما شيء كويس ويقدموا برايتي كويسة وقاعد يتصدر يمكن هذا الأسبوع الثالث وفي الصدارة فأنا أركز على هالنقطة هذه وأبقى أحافظ عليها يعني دون الدخول في متاهات ربما في القريب العاجل تخسرني الصدارة طيب غالب كيف شايف عنوان الرياضية اللي كتبت فيصل بن تركي ما سوى شيء على خلفية أحداث مباراة الشباب والنصر ودخول الأمير فيصل بن تركي في نهاية المباراة للنقاش مع الحكم كيف شايف هذا الطريقة والظاهرة هذه اللي صارت بين هو طبعا منظر هو منظر يعني يفسر حسب ما يراه البعض يعني أنا أفسر وأنت تفسر والثالث والرابع والخامس يفسرون على حسب ما شفوه لكن أعتقد أنه يعني يعني مثلا قد يكون نقاش ربما ينقاش له يعني هدف معين السؤال ليش مثلا طبعا الحدث اللي حدث في المباراة حدث وحيد تقريبا اللي هو مفروض يعني كان في طرد وتقدير الحكم أنه يعني احنا تكت يا مشاهدين نقدر أن هذا طرد لكن قد يكون حكم أنه لا يرى أن العملية استحق الطرد ربما لا تعرف أنت إحنا نشاهد بالتلفاز عبر يعني يعادات متكررة ونسمع أراء نقاد حكام ومختصين أنه يفترض أن الحكم الفلاني طرد اللعب الفلاني بينما الحكم يعني في لحظات بسيطة جدا أنا قلت لك أستاذي أنه الآن التحكيم قاعد يعني يقدم مستويات مش المأمولة بالضبط ولا نقول هناك يعني أو شكوك يعني يجب أن هذا المقوم يسود يعني شارع الرياضي أنه ما فيه شكوك لكن حركة السمو الأنير قد تفسر حسب ما يراه البعض طيب أبو عبد الرحمن فيها عنوان أيضا كتب عن سعيد المولد قضية طويلة سببت جدل قانوني كبير في الأوساط الرياضية سعيد المولد وقع للاتحاد سعيد المولد رفض الاتحاد سعيد المولد ذهب إلى محكمة الكاس محكمة الكاس نقضت الإجراءات كاملة للاتحاد السعودي سعيد المولد أصدر بطاقة بديلة سعيد المولد هذه كلها قضية قديمة عارفينها وخضنا فيها كثير في البرامة الرياضية لكن الجديد من سعيد المولد أمس وصل للجدة أول شيء رحب بالزميل الغالب بس أني ما اسمعت صوته ولا نرحب فيه وسعيد بتواجدي معه سعيد المولد أقصر قصة تدلك على الفشل والتراجع الذي تمر به رياضتنا فشل مرة واحدة أبو عبد الرحمن بشكل عام نقص العقلية الاحترافية لدى اللاعبين هو ما ولد لنا منتخب ضعيف أداء ضعيف من اللاعبين اللاعبين نعتقد أنهم نجوم ولكنهم في الغالب نجوم من ورق لدينا ينكشفون حينما يخرجون خارج الميدان أو خارج المنافسات المحلية سعيد المولد بعقليته لم يجبرها أحد على الذهاب والتوقيع للنادي الاتحاد كان يستطيع أن يتواصل مع النادي الأهلي ويعني يضع كل التفاصيل أنه مثلا عندي عرض من نادي الاتحاد العرض الفلاني يعني النادي الأهلي أنتم لكم الأولوية أما بعد أن أوقع الاتحاد تصبح مسألة عناد وتصبح مسألة تدخل فيها شخصيات لإرضاء بعض الشخصيات أو إرضاء الناس مقربين منها أو ناس ضغطوا عليه هذا دليل أنه اللاعب لا يستحق تلك المشاكل التي حصلت ولا الإثارة التي صاحبت لأن اللاعب بمثل هذه العقلية سينتهي سريعا أبو عبد الرحمن حسن فصل في قضية سعيد المولد في العناوين لكن أنا أتكلم لي عن عنوان في صحيفة الرياضي الهلال يقلد النصر ويطلب سلفة 40 مليون بضمان الرئاسة الاتحاد قبلهما النصر قبل فترة كل أنديتنا نصحت الأخبار الواردة في صحيفة الرياضي أن الهلال طلب سلفة 40 مليون ومحمد كل أنديتنا تعاني من الأزمات المادية ولكن من خلال متابعة الأوضاع الهلالية أبو عبد الرحمن أنت شايف هذا الشيء اللي لم تابعتك أنت شايف هذا الشيء هل هو تخبط مالي في الصر أو هو أعباء مالية زادت على الأندية أو هو باختصار بالعامية قل دبره من الأندية لا هو قل دبره من الأساس بخصوص من ورطه الأندية بهذه الديونة هذه المصروفات يعني لما يجيني نادي مثل الهلال رواتب اللعيبة شهرية ما تقل عن 6 مليون لما أجي مثلا وأوقع مع لاعب لمجرد الشو لمجرد كسب الهالة الإعلامية وكسب الجماهير بـ 30 أو 20 مليون وأحمل نادي هذه الديون وبكل بساطة أرمي ورقة استقالة وراء ظاهري وأحمل من يأتي خلفي هذه المصائب هنا قل الدبره من الاتحاد السعودي لكرة القدم تحملها والرئاسة العامة رعاية الشباب لأندي المساكين يعني لما يجيني رئيس نادي مثلا الهلال الإدارة توهمها لها ثلاثة شهور إجتنبها أنها تتحمل مصاريف إدارة قبلها ورقة النادي كانت جزء منها الإدارة السابقة إدارة نواب مساعد ما هي جديدة على الهلال ما هي جديدة لكن بتعدت سنتين يعني عارف كل الوضع المادي عارف الوضع ولكن مثلا الأزمة اللي صايرة والواضحة أن إدارة الهلال بدأت بما نسميه إعارات اللاعبين أو تصريف اللاعبين يعني لعيبها مستوياتهم عادية أو لا يدخلون حتى القائمة الأساسية وعقده سنة وما يتجاوز الاثنين مليون ثلاثة مليون هذه مصيبة على الأندية طيب غالب رأيك في العنوان لصحيفة الرياضي هلال يقلد النصر يطلب سلفة أربعين مليون بضمان الرئاسة أنت كيف شايف هذا العنوان وكيف شايف أن الهلال النصر الاتحاد الأندية الجماهيرية والكبيرة تطلب سلفة يعني كنا نسمع قبل في السنوات القديمة أنه مع احترامي الأندية نجران الأقل دخل اللي ما عندها رعاه الفيصلي الرائد التعاون الهلال النصر والاتحاد وسلف بمبالغ كبيرة كيف شايف هذا الوضع لأنه ما هناك تخطيط صراحة يعني أنا أعتذر على الكلمة هذه الواقع يعني عقود مدربين بالملايين بعشرات الملايين لاعبين يعني مثلاً نادي النصر أو نادي الهلال أو نادي الأهلي كم جابوا عقود لاعبين كم سجلوا لاعبين في السنوات الأخيرة عشرات الملايين فطبعاً هناك مصرفات كثيرة لا تنسى أنه أيضاً يعني لجنة الاحتراف تطالب بمسيارات دورية يعني بشكل مستمر يعني ما راح تسجل يعني أن تمسلم آخر شهر رواتب الرواتب مش سهلة ترى الرواتب تجدها عشر مليون بعض الأندية خمسة مليون ستة مليون وهكذا يعني فأكيد أنه سيكون هناك يعني مصروفات والإيرادات قليلة يعني ما عدنا نشاهد يعني تلك الرعايات القوية كانت رعاية مثلاً الهلال مع موبايل الحصرية كانت تقريباً بتسعين مليون الآن أقل نفس القضية لنادي النصر نفس القضية لنادي الاتحاد وأيضاً الأهلي بقية الأندية اللي ما لها رعاة تجدها عايشة على الله ثم على يعني نقل المباريات على يعني دعم الاتحاد السعودي أو رابطة الاتحاد السعودي فهذه طبعاً تكبد الأندية وتجعل الأندية يعني مديونة وستستمر مديونة إذا موجد حل إذا ما طبعاً استفدنا من دراسات اللي الآن ما زالت معلقة دراسة الخاص خصاء أيضاً وجود يعني عمل الرابطة يجب أن تعمل الرابطة عمل جبار لإيجاد يعني نقدر نقول رعاة رسمية لكافة الأندية الرابطة وش تسوي يا استرغالب الرابطة هي هل هي بتقنن مصروفات الأندية هل هي بتسدد عنهم هل هي الرابطة كل شيء يتحمل على الرابطة والرابطة تصرف المبالغ حتى لو تأخرت فترة يعني الرابطة ما هي مسؤولة مسؤولية كاملة عن الأندية وصرفيتها تفضل صالح الرابطة وخصوصاً تصرف لسيد محمد النووي سرانس تفضل تفضل يعني تفضل يعني أنا أقوله مثلاً يعني يجب أن يكون هناك يعني تنظيم وتقنين يعني أنا ما أقول بعد أني تجلسي خمسة شهور ست شهور ما أعطيتني فلوس وأنا رح تتسلف من الشركة الفلانية أو من عضو الشرف الفلاني فأنت لما تتسوي تنظيم مباشر يعني خلاص أنا مستحقاتي تصرف أول بأول يعني أنت تذكر قديماً لما كان دوري المحترفين أول بداياته يعني إلى الآن أندي ما استلمت مصرفاتها قبل خمس ست سنوات إلى الآن ما استلمت يعني فأنا المنار هنا يعني أنا أنا ما ألوم اللي عندي بشكل ما ألوم أستاذ غالب المشكلة عندنا الرابطة يطلعوني شخصون أمس محمد النويصر يقول إحنا على المستوى الثاني المستوى الثاني عالمياً تفوقنا على الدوري الأسباني من خلال الرعايات والمصرفات يعني لا خيرهم ولا كفاية شرهم من خلال التصريحات هذه رحمن يتكلم عن أرقام أرقام يعني على راسي على أرض الواقع على أرض الواقع الدوري المحترفين عندك أقل الأندية اللي ما تنافس على الدوري الفتح التعاون القادسية أتوقع هي اللي ما عندها مشاكل مادية وهي اللي منتظمة بصرف رواتبها للعبين هذه نموذج ناجحة مع أن إدارة التعاون ممكن الأستاذ غالب قريب منهم وعارف إدارة التعاون ما تجلب لاعب بالإعارة إلا ما ندر إدارة مميزة فريق يقدم مستويات كبيرة نموذج ناجح عندنا لكن المسألة مسألة فكر إدارة الفتح قبل سنتين حق الدولي بمصروفاته مسألة فكر مسألة فكر ومسألة تقنين يعني البعد عن الشول الجماهيري إحنا مشكلتنا صار أكبر هم رئيس النادي أو عضو الشرف أنه يشخص بصورة مع لاعب ويورط الإدارة اللي بعدها بـ 20 مليون 30 مليون من اللي يتحملها هذه الرابطة عندنا أوكي تجيب رعايات لكن التنظيم في الصرف مثلا يا أبو عبد الرحمن بلعيبة أو أنديا أكبر مثال حاليا نايف هزازي النادي النصر وصفقته الشباب استفاد 27 مليون ريال كاشر سددت كامل لا الشباب اللي استفاد وجاب فيها لعيبة واستفاد منها بالشكل الأمثل ولا نادي النصر اللي استفاد من لاعب صنع معاه الفارق عندك تعليق غالب على هذا الكلام أيضا أنا عندي ريجي كامب مدرب الهلال صرف عليه ريجي كامب هدايا مقدم عقد صرف ملايين ملايين ولا زال أتوقع أنه إلى الآن الهلال مدام بسبب ريجي كامب فقط ريجي كامب كل مدربين يصرف عليهم ملايين بيتورك الآن يستلم مبلغ كبير لا لا هو أعلى واحد أعلى واحد ممكن خلال عشر سنوات ممكن خلال عشر سنوات أتوقع أنه أغلى مدرب مرأ على تاريخ الكرة السعودية ريجي كانت عنده ميزة أنه جاء بعد سامي الجابر وسامي مثل ما نعرف نجم محبوب عند الجماهير الهلالية ومشكلة بعض أعضاء شرف الهلال اللي دلعوا ريجي وبعض الجماهير أيضا أنها ما فرقت بين سامي النجم وسامي المدرب ما عرفت تفصل في مشاعرها لذلك كان ريجي تلك الضجة يعني أنت شايف أن ريجي كان الضجة اللي كانت على ريجي هي فقط استفاد لأنه خليفة خلف سامي الجابر يعني كإمكانية تدريبية ريجي كانت لا بالعكس كإمكانية تدريبية الرجل له سيرته طيب يعني قصد أن أخذ هالة إعلامية أكثر ما هو نعم والنجاح عندنا ترى مربوط بعوامل كثيرة يعني وإحنا نتكلم عن الهلال إيمانا شاء للمملكة العربية السعودية هو من أفضل لاعبين في الدولة الأسبانية شاء عندنا هنا ما قدم الشيء اللي وازي عطاعته يوسف العربي مع الهلال كذلك الأمر لعيبة أجانا مدربين كثيرا تحكمهم الظروف للعوامل النفسية ممكن تؤدي لنجاحهم أو فشلهم لكن بالشكل العام حتى الهلال إلى الآن يعاني من بعض الصفقات اللي ما استفاد منها حمد الحمد عارة بداية الموسم يوسف السالم 16 مليون مشاركاتهم ما تتعدى يعني أصابع اليد الواحدة ولا استفاد منها الفريق كثيرا يعني صفقات كثيرة يحيى الشهري كذلك الأمر مبلغ عالي في نادي النصر ما نشاهد الاستفادة الكاملة أفضل نادي في الأندية الكبيرة اللي يقدم يعني ويستطيع اقتناص صفقات بشكل مميز أراها الأهلي واستفاد من لاعبين حسين المقاهوي فهد حمد سلمان المؤشر يعني أسماء صار الأهلي يستفيد منها بشكل كبير وجايبها بمبالغ دون ضجة علمية ودون أي هالة علمية طيب خلصنا الآن من منشتات الرئيسية للصحافة الرياضية المتخصصة ننتقل الآن مباشرة إلى العناوين الرئيسية لحلقة اليوم نبدأها بصحيفة المدينة إدارة الفتح وهجر تعرضنا لأخطاء تحكمية مؤثرة ولن نصمت أما صحيفة الرياضية فكتبت المولد يكشف للرياضية تفاصيل شال المطار ويؤكد لم أعد للأهلي صحيفة عكاض عنوانة صحوة الاتحاد والشباب بعثرة النصر والتعاون الصدارة كاتفا بكتف وريفاز لا يقل وصحيفة الجزيرة كتبت الفريق وصل تمارينه للديربي ومشاركة كواك تتحدد اليوم عملية جراحية للعابد وإدارة الهلال تؤمن متطلبات التسجيل أخيرا إلى المدينة الشباب يفاوض أربع لعبين للتجديد ويضع سقفا للتعاقدات نذهب إلى الخبر الأول مباشرة الخبر الأول من صحيفة المدينة إدارة الفتح وهجر تعرضنا لأخطاء تحكيمية مؤثرة ولن نصمت هذا الخبر من إدارة الفتح من المدينة من صحيفة المدينة كتبه عيسى الحبيب من الأحساء إدارة الفتح وهجر تعرضنا لأخطاء تحكيمية مؤثرة كان في الخبر أبدأ إدارة ناديها الفتح وهجر استياههم الشديد من مواصلة إليه الأخطاء التحكيمية المتكررة في أغلى مباريات الفريقين في دوري جميل مؤكدتين أنهم تدعمان التحكيم المحلي وتطالبان بضرورة تطوير الحاكم المحلي جاء ذلك في بيانين منفصلين يصدرتهم إدارة الناديين حيث قالت إدارة الفتح أنها كانت وما زالت تدعم التحكيم ولكن هذا التطوير بعيدا عن لقاءات رسمية للفريق الفتحاوي التي لا تحتمل حدوث أخطاء أكثر مما سبق أما إدارة هجر فكتبت إدارة هجر قالت أنها دعمت الحاكم السعودي بشكل كبير أن الأخطاء المتكررة للتحكيم وضعت الفريق الكروي الأول في وضع محرج وأنها نقلت تلك ملاحظات رئيس دائرة التحكيم هاورد ويب خلال زيارته لنادي هجر خلال الأسبوع الماضي وأوضحت أنها لن تصمت على حقوق النادي وسدادف عنها حيث أن الإدارة أنفقت مبالغ كبيرة من خلال التعاقد مع اللاعبين والأجلزة الفنية إلا أن تلك الجهود قد يؤثر عليها سلبا أخطاء الحكام المتكررة كان هذا الخبر من صحيفة المدينة أبو عبد الرحمن يعني ما شاء الله هذه السنة كل الأندية أصدرت بيانات ضد التحكيم آخر لا والآن تطورت المسألة أصبحت ميكس نعرف في أندي صامتة مين عطني يا بيانات يا بيانات إبو عبد الرحمن يا امتعاض من خلال وسيلة إعلامية أو من خلال ناطق رسمي ما فيه ما فيه نادي كان راضي كل الرضا عن التحكيم أنا شوف الهلال يعمل بصمت الشباب كذلك الأمر يعمل بصمت يعني فيه أكثر من نادي الهلال تكتب يعني أنه تضرر التحكيم وطلع قد مفرج أنه التحكيم إيه لكن في بيان وتعليق رسمي وتجيير هزائم لا لأنه الفريق اللي يمشي صح يعني الهلال ممكن أنه هزم هزيمتين كان يستحق الانتصال فيهم أو الهلاليين مقتنعين داخليا أنه فيه أخطاء تسببت للهزائم متى ما عنديتنا أو مسؤولين عنديتنا حاسبوا أنفسهم يعني أنت شايف دارة الهلال تعمل الآن بطريقة صحيحة أنا أشيد بعمل العمير موافد بن سعد مع التعاطي مع التحكيم أيه وأراه أنه الأفضل تعاطي إعلاميا طبعا هو ابن المهنة ابن الإعلام وخريج إعلام فهو عارف اللعبة الإعلامية وعارف مدى تأثيراتها عارف كيف عانى الهلال بعد سيدني من تحميل كل شيء للتحكيم ولا يريد أن يتكرر ذلك مع الهلال هذا الموسم وهو النقطة هذه نحيي عليها الأمير نواف وكذلك إدارة الشباب التي يعني بقيت صامتة لأنها تعلم أن لديها أخطاء داخل منظومة العمل في النادي لكن الفتح والهجر يعني تعودنا ما شاء الله الشرقوي نصدرهم واسعة غريبة أنهم بهالحدة هذه إدارة نادي الفتح تعمل وإدارة مميزة قد تكون الأخطاء يعني أثرت عليها ولو قليلا يعني في المباراة الأخيرة البلنتي يتكلمت إن هذا البيان ليس مقصود بي لا يتكلمت البيان هذا المقصود فيه بيان عقلاني مقصود فيه التطوير بشكل عام تطوير التحكيم تتكلمت إنها مرحلة حساسة نعم صعب إننا نحنا نتخذ بشكل تحكيم وهذا الشيء الجميل إن إدارة الفتح بقيت عقلانية حتى وهي التعرض للأذى الشيء لأكيد ما في نادي بيتكلم إلا إذا كان وضعه سيئة سيئة والتحكيم يظن أن التحكيم حول وضعه إلى الأسوأ بالفعل لكن عتبي على إدارة هجر المركز الذي تواجد به هجر لا يليق به المستويات التي يقدمها يعني إدارة هجر فرطت بثلاثة من أفضل لاعبين الخراع الناظري الإبراهيم ولم تستطع تأويضهم وهذا الأمر قد يكون أثر على هجر اللعبة يعني يعتبرون من العامدة الأساسية في الفريق الموسم الماضي لكن تجيير المسألة كاملة للتحكيم بوصول هجر لهذه المرحلة أمر غير مقبول ننتظر العمل من إدارة هجر طيب أستاذ غالب كيف شايف هالبيانات شايف هانت حماية لحقوق النادي ولا مسكن للجمهور ولا محاولة ضغط على الحكام إحنا إذا أردنا أن نكون منصفين لجب أن نشيد بدور لجنة الحكام أنه يعني استطاعت استقطاب وجوف شابة جديدة يعني إحنا شفنا أكثر من اسم شاب جديد في التحكيم يقدم مستويات طيبة يعني لكن اللي يعاب على لجنة الحكام يعني خلونا نكون منطقيين لما يجي يأتي حكم أجنبي يعطى العناية التامة يسكن في فنادق فاري يعني مستحقاته تصرف أول بأول ليش ما يعامل الحكم السعودي مثل الأجنبي طيب غالب 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 أنا ما ودي أكتب كلامك بس عشان هذه النقطة لا تروح مني المعلومة الحكم السعودي يأخذ ثلاث ألاف يقول إخذ ثلاث ألاف على المباراة خارجيا في الدورية المحلية الحكام المحليين الأجنبيين الأوروبيين يأخذون حوالي ألف دولار ما يعادل الثلاث ألاف يعني ما في ذاك الفرق الكبير في الماديات لازم حكم أجنبي تجيبه من بره يا غالب لازم تدفع فيه سيكن تدفع فيه مواصلات أمور أخرى يعني أنا بس ألك سؤال ستالي معلش الآن عندنا حكم يبيجي مثلا بحكم في مراب القصيم وتجده مثلا حكم من المدينة المسافة تقريبا قرابة خمسمائة كيلو أكيد يبيجي على سيارته ما لقى حجز ما أوفر له حجز أو ما عنده استطاع أنه مثلا يلقى حجز مناسب حيث أنه يرجع بنفس اليوم فيأتي على سيارته ثم قبل المباراة تقولي ساخن يعني يكون مشتت الذهن يعني أنا أقصد أنه التنظيم الأمور الصغيرة هذه ترى تحسب يعني وتساعد الحكم أنت لما تيجي للموظف وتهيئ له يعني أجواء للعمل راح يبدع لما تهيئ له أجواء سيئة في العمل أكيد ما راح يبدع النظام ينطبق حتى على الحكم خلنا أدعني من هذه النقطة يعني النقطة اللي أنا بتتكلم عليها وصدع عليها وما زلت أصدع عليها وش فيها إذاهزم الأهلي وش فيها إذاهزم الهلال وش فيها إذاهزم الاتحاد وش فيها إذاهزم الشباب أو النصر كذلك وش فيها يعني ليش الأندية الصغيرة إذا فازت على الفرق الكبيرة قامت الدنيا وقعدت يا أخي أندية متتنافسة الآن نحن نشوف التعاون نشوف الفيصلي القادسية ونشوف الخليج كلها الآن قاعدة تقدم مستويات وعندها استطاع عنا التنافس يعني مثل ما كان الفتح فتح باب لهذه الفرق أن تكون بطلة الدوري من حقها أنها تأخذ بطولة فإذن إحنا ليش نوسع يعني المفهوم هذا ونجعل الشارع الرياضي يفهم أن المنافسة فيها عدالة يعني التحكيم أو كافة لجال الاتحاد السعودي ما تعرف شيء اسمه هلال ونصر واتحاد وأهلي وشباب لا هناك أيضا هجر هناك قادسية هناك وحدة هناك تعاون هناك رائد جميع الأندية يعني تمشي على خط واحد ألا وهو العدل ومساواة طيب في هذه النقطة هذه اللي نحب وضحها صدقني ما راح تكون ما راح تكون مشاكل في التحكيم ما راح تكون مشاكل في التحكيم طيب المنافسة تفرض يا أستاذ غالب المنافسة القوية يعني مثل الهلال الأهلي الآن السباق على نقطة فقط منافسة خطأ حكم معين في مباراة معينة من يتحمل يعني ممكن ضياع بطولة كاملة بسبب خطأ حكم ولازم يكون في يعني هم يطالبون يعني مباراة مثلا مباراة الأهلي وهاجر تفضل يعني كل كل النقاد الحكام النقاد التحكيميين عفوا كل ما أجمعون هناك خطأ قبل هدف الأهلي وكانت المباراة تسير للتعادل يعني الآن هاجر يتضرر ولا ما تضرر يعني علشان صداره وما صداره حتى الهلال حتى الهلال يعني في بعض المبارايات استفاد هدف الهلال في نجران الأول يعني أعتقد أنه كل الحكام والإشياء اللي معرفة التحكيم يدري أن الهدف هذا فاول من استفاد كل الأنديا استفاد تأكيد كل الأنديا ستستفيد أبو محمد نترك يعني شعرات الأنديا الكلية الحكم بشر وعندها إعلام وعندها وسط ما أدري إيش أبو عبد الرحمن عندها ما ليس تدغالب لكن يستحيل أن يكون دوري بلا أخطاء تحكيمية الحكم بشر معرض للخطأ والصواب معرض لعوامل ضغوط خارجية لكن مسألة الفلوس اللي تصرف على الحكم الأجنبي أو الحكم المحلي هذه مسألة شوفها تردد كثير في العاونة الأخيرة إحنا مثل ما نجيب لاعب أجنبي ونعطيهم مميزات عن اللاعب السعودي كذلك الأمر الحكم لأنه جاي تجربة يستفيد منها الحكم المحلي اللي موجود لكن مسألة الأخطاء الدوري طويل 26 مبارا مشكلتنا في جماهيرنا الرياضية وفي مسؤوليننا حتى لما تتابع الكرة الأوروبية صارنا ما نقتنع في التحكيم عندهم يعني صار التحكيم هو شمعتنا الأساسية بعدها المدرب بعدها اللاعبين الإدارة هي آخر من يتحمل طيب أبو عبد الرحمن شايف هذه السنة هي الأسوأ في التحكيمية حتى الآن لا بالعكس أخف من بعض السنوات الماضية بكثير أخف بكثير هذه السنة وهذه كل هذه المياهات وهذا الفضل بعد الله سبحانه وتعالى يعني توصلت مع أكثر من حاكم وعرفت أنه المحاضرات اللي تعطى والتطوير اللي موجود كذلك الأمر منح الفرصة لبعض الحكام الشباب ولون لهم أخطاء بعضهم كوالثية مثل حكم برات الاتحاد والتعاون ولكن يبقى أخطاء واضحة يعني ممكن أنه الهدف اللي يحتسب من بلنتي كانت النتيجة قريبة 2-1 إلا البلنتي اللي يحتسب يعني لاعب فهد المولد دخل قبل تسديد ضربة الجزاء واستفاد منها الهدف الثالث فرق يعني الاتحاد طيب يعني ممكن الحكام أخطاؤهم جزء من اللعبة في نهائي كأس العالم قد تحدث أخطاء طيب ولكن هذا الأمر لا يعفي أن فريق كرة القدم معرض للفوز والخسارة يعني أمر عادي صحيح هذا شيء طبيعي قد تكون الأفضل ولا تفوز قد تكون الأسوأ وتكسب المباراة طيب غالب بسألكم مما انتهي إليها أبو عبد الرحمن عبد الرحمن أنت تكلمت تفضل تفضل عندك تريد تفضل معليش أنت تتكلمت على الدور الأوروبية ودورية الأوروبية وأن الحكام واللاعب يعني هل هل شهدنا تصاريح أوروبية بعد المبارايات نحن نتابع دور الأوروبية يجبون لنا تصاريح لاعبين كلهم يتكلمون داخل داخل المباراة حتى حتى رؤسائهم ندخل الانترنت ونشوف ونقرأ باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية نشوف الأخبار ما هناك تطرق للتحكيم يعني ما هناك شمئزاز أو تردق للتحكيم مورينيو لما تواحق لأنه هناك نشوف الحكام أستاذ غالب مورينيو لما تواحق الفترة الأخيرة صرف بالتحكيم حط العذر في التحكيم بعض المبارايات يعني عادي هي ممكن تكون لك مورينيو مورينيو معذب العالم كلها يعني موالأسف الأخير وقيد طيب أبو عبدالرحمن بسألكم من أنتهي لي أكيد وش شايف هارد ويب إلى الآن وش سوى هارد ويب إلى الآن في التحكيم السعودي يعني ما شاء الله يكمل الآن فترة بيكمل السنة ما شاء الله هارد ويب في التحكيم وش شايف النتائج اللي طلعنا فيها من هارد ويب أنا كتب تحقيق يمكن أنا كتب تحقيق يمكن في صحيفة عكاذ قديما ممكن لأكثر من عشر سنوات كنت طالب خبراء أجانب ولا فيها عيب يعني الآن لجنة المسابقات لو ما فيها شيء حتى لجنة المسابقات إذا أحضرت خبير في عملية تنظيم الدوري ويعني ممكن اليوم واقف الدوري وكل مرة إقافات وفي يعني بدأنا نعاني بدأنا نحس بالملل يعني ثلاث مباريات ثم يتوقف الدوري ثلاث مباريات ثم يتوقف الدوري أو عفوا ثلاث جولات أنا كنت مثل ما ذكرت لي وكتابت أنه ما فيها عيب أنه إحنا نستعين بالخبرات يعني القطاعات العسكرية عندنا الكبيرة تستعين بالخبرات القطاعات الصحية عندنا تستعين بالخبرات فما فيها شيء مو عيب يعني أنه نجيب واحد يعني خبير على الجنبي لكن لكن أعطينا دوره يعني فهمنا إحنا كإعلام فهمنا كشارع رياضي دور هذا الرجل يعني ما فيها مانع أنه تنقل بعض المحاضرات يعني أيضا يستفاد من عملية تدوير التحكيم مشرط خلاص أن الحكام يظلون في دور الدرجة الأولى مثلا أو دور الدرجة الممتاز حاول أنك تتغير تنقل من هنا الحكم مثل اللاعب يتدرج من مرحلة إلى مرحلة إلى مرحلة حتى يصل الفريق الأول الحكم كذلك يجب أنه يتدرج يجب أنه مثلا ينزل مرة يطلع فوق ومرة ينزل شوي علشان أنا أعطيه راحة نفسية يعني علشان ما أكون عليه ضغط 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 يعني إحنا مثلا المباراية الكبيرة نركز على ترك الخضير نركز على ترك السلطان نركز على مرعي العواجي ليش؟ يعني خلونا نجيب شباب جدد نعطيهم فرصة نعطيهم ثقة نخلي العالم كلها تعرف أن عندنا أيضا غير هالثلاثة وغير الرباعي طيب غالب كيف شايف أنت يعني مثل ما قلتك نحن نريده أبس لك عن نقطة هذه كيف شايف أنت التركيز من كل نادي على حكم معين الهلال عنده حكم معين الأهلي عنده حكم معين النصر عنده حكم معين لو لجة الحكام استجابت لرغبات هذه الحكام كيف شايف هذا الظاهرة يعني هل في آلية من التحاد السعودي حاليا أو آلية من لجة الحكام بالتحديد لشكاوية الأندية من الحكام وستجابة لرغبات الأندية بشكل معين وهذا اللي فتح الباب وهذا اللي فتح الباب وهذا اللي وسع الفجر وخلال الناس تعتقد أنه لما يرفض الحكم الفلاني عشان النادي الفلاني رفضه بسبب أن هناك ميول أو هناك استقصاد بالعكس أنا يفترض أنه خلاص نجت حكام وضعت ثقتي في الحكام خلاص خليه يمشي ما ليش شغل في النادي الآخر يعني حتى يفترض كنا سابقا كنا سابقا ما نعرف الحكم إلا قبل مباراة ثلاث ساعة أربع ساعة الآن يعلن وطبعا هذا بعد مطالبات ليش ما إعلن الحكم أنت لما سألن الحكم الناس تبدأ خلاص تخطط يكون عندها يتفضل أقول وسائل التواصل ما عليش ترصت شوي أقولك وسائل التواصل الجديدة والإعلام هي اللي خلت التسريبات هذه التسريبات للحكام ولا جت الحكام ما تطلع الحكام إلا قبلها بيوم العكسي تعلن قبلها بمدة بس أمر عادي إذا كان الحكم مدرج بشكل مثالي إذا كان الحكم مدرج بشكل مثالي معد لهذه الأمانة التي ستتحملها بشكل كبير عادي جدا يعني الحكم بيكون قادر عنده احترافية مثل ما انطالب اللاعبين بالاحترافية وأنهم يعزلون نفسهم عن الضغوطات كذلك الأمر عند التحكيم يعني يقدر الحكم أنه يعزل نفسه عن هذه الضغوطات بس لما يكون تركيز الحكم وتفكيره بعيد عن الميول بعيد عن أي مؤثرات قد تؤثر على أداء لما يكون حكم متأسس ألف باء تحكيم صحيح طيب الآن نذهب انتهينا من خبر صحيفة المدينة نذهب إلى الخبر الثالث من خبر الثاني من صحيفة التعكام صحوة الاتحاد والشباب بعثارات النصر والتعاون الصدارة كاتفا بكتف وريفاس لا يقف كتبت صحيفة عكاظ خرج متصدرا ترتيب الهلال والأهلي من عنق الزجاجة في مواجهتهم الأخيرتين وأفلت من الوقوع في فخ التعادل لوصل شركتهما على القيمة بثلاثين نقطة وتأجل حصب بطل الشتاء حتى الخميس المقبل والذي سيكون موعدا حاسم مع برايات الجولة السابعة المؤجلة وشاهدت الجولة وطبقا لموقع إحصاءات رابط الدوري المحترفين تسجيل 16 هدفا بمعدل هدفين ونصف هدف لكل مباراة وذكر الخبر إحصائيات كاملة عن عدد أهداف الدوري 222 معدل أهداف يكون مباراة 2.61 ذكرت إحصائية كاملة أبو عبد الرحمن في هذا الخبر خبر الصدارة كتفين في كتف وريفاس لا يقف كيف شايف الدوري إلى الآن؟ كيف شايف وضع الدوري إلى الآن؟ هل هذا الشيء صحي؟ الهلال والأهلي منفردين بالصدارة تماما والفرق بينه وبين الاتحاد؟ هذا الأمر نعاني منه تقريبا من 2011 الشباب والأهلي الهلال والفت صحيح الهلال والنصر الأهلي والنصر الآن الهلال والأهلي يعني تستغرب حال ما وصلت له أنديتنا البعض أعتقد أنها أمر أو حالة صحية يعني وشبه بما حدث في الدوري الأسباني بين ريال مدريد وبرشلونة أنهم هم المتنافسين الوحيدين لكن بالعكس لما تكون عندنا منافسات ثرية نجوم متعددين في كل الأندية بيستفيد المنتخب بيبرز اسم الدوري بتصير تنقلات لكن الآن مشكلتنا اللي هي النجوم المعدودة التنافس أصبح محدود في بعض الأندية يعني قد يخرج نادي للمنافسة ولكن يحمل نفس ضغوط يكون أكبر منه ويعود للتقهقر من جديد الحل الأمثل هو بناء فريق واستراتيجية معينة لكل فريق أن الإدارات تمشي على هذه الخطط يعني مثل ما نشوف منتخبات أوروبية منتخبات عندنا في آسيا تخطط أنها مثلاً على مدى عشر سنوات تنافس على كأس آسيا على مدى خمسة عشر سنة الوصول إلى كأس العالم يجب أن نرسم هذه الاستراتيجية عندنا في الأندية يعني علشان المستفيد الأول والأخير من رياضاتنا السعودية يكون المنتخب وهو الهدف والطموح لدينا طيب الآن ما يحصل في دورينا ينعكس على المنتخب لا نتائج تتحقق ولكن الدوري السنة هذه بالعكس يعني فيه جمالية بمنافسة التعاون منافسة الفيصلي تطور مستوى الخليج هذه الفرق أعطت نكهة للدوري ولو أنها لم تكن بالنكهة المأمولة لأننا كنا نتأمل أن الأربع الكبار أو الخمسة الكبار يكونون في وضعهم الطبيعي حتى لا يفوز إلا الأجتر يعني شايف أن الهلال والأهلي هم الثابتون والبقية في الأندية متحركون على غرار هذا ما تقول لنا النتائج يعني خلال السنين الأخيرة النتائج الاتحاد فوز هزيمة الشباب ثلاث هزائم فوز يعني لا يزال لم يخرج من عباءة منصور البلوي والأمجاد السابقة للاتحاد هو في عباءة منصور البلوي حالياً لا لا حالياً اختلف الوضع كثيراً يعني منصور كانت لها أمجاد في عباءته إدارياً يعني إدارياً ممكن لكن ما هي بالحظوة السابقة والدعم السابق كل شيء نفس الأوضاع نفسه لكن ابتعدت بعض الأسماء اللي كانت خلف منصور وهذا ما أثر على الاتحاد طيب غالب كيف شايف أحداث الجولة الماضية وكيف شايف السباق الهلالي الأهلاوي وتحرك من بقية الأندية في ترتيب الجدول والله أعتقد يعني أنا شايف الأهلي يعني مسيرة أفضل من مسيرة الهلال الهلال لن ما أعتقد راح يواصل إلا إذا طبعاً في حالة التنقلات الشتوية غير شيء كثير لأنه الواضح أن الهلال ما فيه فريق احتياطي يعني الآن فقد نواف العابد ما عد فيه لاعب يقوم مهم نواف العابد ويمكن شوفنا أكثر من المباراة قدم فيها الهلال مستويات يعني متوسطة ما مرتقت يعني إحنا ما شفنا الهلال يقدم عطاء مثل مباراة الاتحاد رغم هزيمته من بعدها بالعكس بدأ الهلال في العدة التنازلة يعني الفوز يأتي مع الفرق الأخرى بهدف وفي آخر المباراة يعني إحنا نقول أنه الهلال أنا أتوقع أتوقع أنه قد يتعثر يعني في بداية الدور الثاني وقد يحل بدالة فريق الاتحاد أنا ممكن أخالف أخوي مصور أي تفضل بداية مني تعثر بداية من النصر تتوقع الجوال القادمة والله مو شرط يعني مو شرط من النصر ممكن خلاله نقول يفوز على النصر لكن الدوري طويل أنت تتكلمت عن باقي الآن في 13 مباراة غير مباراة الدوري أكيد صحيح بس المعالم أستاذ غالب بس مداخلة بسيطة وهي لك بديل وأيضاً الهلال المباراة الوحيدة اللي فاز فيها بصعوبة تقريباً هي مباراة الفيصر يعني نتكلم عن وضع الهلال كمنافسة لأهلي حتى الأهل يعاني أمام الأندية المتوسطة بالعكس أمام الخليج انتصر بالسبعة توقع نتيجة كبيرة أو بالستة يعني النتائج كبيرة كان ماشي فيها لكن مشكلة الهلال ليست عدم وجود البديل البديل موجود ومميز لكن بعض الأخطاء بعض العناد من المدرب دونيس قد يكون هم ما يضر بالهلال وليس وجود اللاعبين يعني العناصر اللي موجودة في الأهلي ماهب أكثر جودة من لعبة الهلال أو أفضل كاحتياطيين يعني الأسماء اللي تبرز في الهلال تبرز في الأهلي الخنات اللي تنقص الأهلي تبدع في الهلال الخنات اللي الهلال ضعيف فيها الأهلي مبدع فيها يعني هذه تكاملية بين الفريقين الفارق بينهم هو المدرب الفيصل على أرض الميدان يعني شفنا أيضا أخطاء من الأهلي تعادل مع التعاون في بداية الدوري تعادل مع الفيصلي كاد أن يخسروا مبارات هجر بالتعادل يعني مبارات كثيرة مبارات الهلال لعب بتكتيك مميز يستغل أخطاء مدرب الهلال الحكم على الفريقين أشوف أنه مبكر جدا مثل ما الهلال قابل أنه يتعثر أنا عادي يعني مبارات الخميس بتكتيك المدرب الهلالي ممكن أن أتوقع الهلال يتعثر في أي مباراة طيب أبو برحمن غالب قال توقع الأقرب الأهلي عطفا على البديل أنت إش توقعاتك؟ والله أنا إلى الآن أقول لك بين الهلال والأهلي الفريقين هذول يعني تعطيهم نصف نصف مشكلة الأهلي حتى قد غرت فيها أول الأهلي أرشح للقب الأهلي ثم الهلال ثم الأهلي الأهلي الأول هو الأهلي الواثق في نفسه الأهلي الذي يسير بثبات بثقة بين لعبين وأنه قادر على تحقيق الدوري هذا إن صار على نفس النهج سيحقق اللقب يعني هي فقط ثقافة عند الأهلي؟ حاجز نفسي سيحاول اللعبين للأهلي كسرة يعني ولنا في الموسم الماضي مثال الفريق لم يهزم ولا مباراة لم يهزم يعني أنت تتبعها بحالة الهلال مع الأسوية؟ تقريباً نفس الطريقة؟ تقريباً الهلال متى ما ناقشت إدارته المدرب في بعض الأخطاء التي يصر ويكابر عليها قد يكون قادر على المنافسة وتحقيق اللقب وتجاوز حتى الأهلي لا لا الأخطاء جوه النادي جوه التشكيلة يعني المدرب يبدأ المباراة يعني أخطاء في النية أي تكتيك بعض الأسماء المكابرة على بعض الأسماء أخطاء كلفت الهلال كثير يعني لنا مثال في مباراة الاتحاد عبدالله سديري وأحمد شرحيلي كلفوا الهلال ثلاث نقاط بينما الفريق في الهجوم كان من أروع المباراة الهلال مباراة الأهلي كذلك الأمر الإصرار على الميدة وتسديده لضربة الجزاء أيضاً خسر الهلال فإلى الآن الأهلي اللي ممكن يخسره اللقب المسألة النفسية أنه تبقى عند العيب خصوصاً أمام الفرق المتوسطة يعني ما زال الأهلي يعاني منها شاهدناها أمام الفتح يحاول ولكن الأهلي لديه هاجس داخلي وتخوف داخلي من السقوط أمام الفرق المتوسطة وهذا مقترم بالأهلي في المرحلة الأخيرة طيب غالب في الخبر كتب ريفاس لا يقف تفضل تفضل عندك تعليق تفضل الفرق بين الهلال والأهلي أو الأهلي والهلال إن الأهلي أخذ نقاط من الفرق الكبيرة يعني أخذ من الاتحاد ومن النصر ومن الهلال بينما الهلال خسر من الاتحاد وخسر من الأهلي هنا يتضح أنه القدرة يعني الفوارق لما تكون يعني منافسك وتتعثر قدامه هنا يعني تؤكد كلامه إنه الهلال ما راح يستمر كمثال بسيط يمكن الأهلي يمكن الأهلي عفونا أبو تفضل الدوري يأتيك حينما تخسر أمام الصغار تضيع الدوري لنا مثال في الهلال مع سامي الجابر كيف تمكن من هزيمة كل الكبار في الدور الثاني وتلافى سلبياته أمام الكبار في الدور الأول يعني هو ما خسر إلا من النصر تقريبا في الدور الأول ولكن نقاط مثل مباراة الشعلة وتعادل مع الشعلة وزمن الرائد هذه النقاط التي أضاعت على الفرق تشكت وبد الرحمن كنت مع تجربة سامي الجابر أنا سامي كنت من أول الرفضين لتجربت على هذه الطاولة هنا ومن أول الموافقين أجل لاستمرار لا ولا استمرار سامي أشوفها أقدم على مغامرة يعني هي مرحلة أنت بخيرها وبشرها وعبد الله نجم سعودي كبير وصطورة نكون لها كل الاحترام والتقدير ولكن أرى أنه استعجل كثير في مسألة التدريب وأرى أن الهلاليين أيضا استعجلوا بعض الشيء في ترحيلك قد يكون سامي خيار مميز للأولمبي يجهز فريق ويصعد به إن كنت تريد صناعة أسطورة ثانية في مجال التدريب مع الهلال ما ترشح بديل لدونس في حالة خفاقات دونس أو في حالة مكابرة دونس كما يقول الهلاليين في الأول الأخيرة إن كان في وقت ضيق وحرج وعدم توفر ومدرب عارف لدولينا سامي قد يكون الخيار الأمثل لأغلب الأندي السعودي وليس الهلال يعني الهلاليين مدرب طوارئ تثبت المقولة هذه مدرب الوطني دائما مدرب طوارئ لأنه لم يناب لأستشيروني الهلاليين لأستشيروني الهلاليين تفضل تفضل أنا أقول لو يستشيروني الهلاليين الآن في الوقت الراهن أنا أحضرت سامي الجابر لأنه سامي الجابر بصراحة تفضل تفضل لا لا تفضل أنا أقولك دونس ش فيه الآن أتكمل سؤالك ما عليش أقول دونس ش فيه حاليا يعني مثلا أنا أقولك كمثال لا بس تقول الآن ما في شيء ما في شيء بس أنا أقولك مثال إذا مثلا إذا استشيرت أي مثلا إذا استشيرت الآن قالوك نحن نشير دونس أنا أقول سامي الجابر أفضل من يقود الهلال وصدقني راح ينجح بس مشكلتنا إحنا ما صبرنا بحكم أنه أخوي الفرق الجماهيرية والكبيرة عندنا ما تقبل أنه مدرب سينجح لا تعرف إلا البطولات وهذا اللي كان مثال ضغط على سامي مع بعض الضغوطات الأخرى يعني ما حاجة كان قريب يا محمد الرحمن كان قريب كان على بعد نقطتين من بطولة وعلى بعد مباراة فقط من البطولة حتى الهلال كان قريب من آسيا صار عالميا طيب لا بس إنها هذه غير هذه غير طبعا العالميا الموضوع نتكلم عنه الهلالة أهل عام 2002 أو 2000 بعد نيلة البطولة هذا جدل لكن هل حقق البطولة الآسيوية مؤخرا ما حققها مسألة أنه كان قريب لا تعني أنه كان بطل الأهل السنة الماضية كان قريب أيضا ولكنه لم يصبح بطل طيب شرائك غالب تعليقك اللي فر طيب واللي المدربين اللي أفضل من سامي الجابر واللي أعرق من سامي الجابر وش سووا للهلال الآن ش سووا للهلال كاملوا ثلاثة الآن مواسم ما حققت دوري الهلال وفي البطولات الأسيوية تقريبا يعني دوني استعتبر اسم مجهول لدينا ولكنه جاء حقق بطولتين مع الهلال يعني الاسم بعيدا عن اسم سامي أو اسم أي مدرب الفرق الكبيرة لا تعترف بالمدرب إلا من خلال البطولات فقط وهذا ما يضع المدربين تحت الضغط يعني ممكن لو نبغى نصنع مدربين يكونوا من عبر الأندية المتوسطة يكسبون الخبرة يكسبون الاحتكاك المشاركة السبلة التكتيكية في المباريات ضغط المباريات تحملونها أما أني أجي وأجيب مدرب على طول وأسلم الفريق الأول وهو ما له أي تاريخ تدريبي هذا يضع المدرب تحت الضغط كبير وهذا اللي عالم طيب تجربة كنفارو حاليا تجربة مشابهة تجربة تامي جانب وين مدربين مدربين الآن جاسين يعني صايرين تفضل إغار كان فاروس موقذين فقط يعني جاسين موقذون يعني إحنا شوف الآن الحسن اليامي مع نجران أي شوف حسن اليامي الآن يعني يعتبر كمثلا فترة معينة بس بيقدم مهمة لأن يصلح حال الفريق ثم يؤتى بمدرب آخر الحسن هو رافض أن يكمل ترى خلاص يا أخي حسن اليامي أثبت نجاحه أكثر مرة الحسن هو رافض أن يكمل أتوقع لأني قريث أنه قال بس براه وحده أبو علي نحييه على موقف الطائر نجران وقفاته مشرفة جدا مع نادي نجران أبو علي اسم كبير أصلا في عالم بالفعل أنا من أكثر لعبين اللي أحبهم في عالم كرة القادم هذا النجم نجم خلوقه نجم مميز للأداء ولكن كنفارو كمثال ممكن هو يكون مفروض من أحد أعضاء الشرف ممكن يكون مدعو أو المبلغ لكن كنفارو سيرتها ذاتية هذا برد رحمان مدر متاح درب قوانزو درب سيرتها ذاتية تيشيرت قوانزو وتيشيرت الأهل الإماراتي هذه سيرتها ذاتية طيب لا مدرب هو كان مدرب ستة شهر درب قوانزو حقق معهم نتائج جيدة مع قوانزو حقق فيها بطولة لا شوف هي السجل هو كان خليفة مين خليفة لبي يعني عادي أنت لو تيجي تكتيب حق لبي ترسمه لهم وتخليهم يمشون عليه الفريق جاب وتدرج كنفارو سنة أو سنتين كان مساعد لكوزمن في الأهل الإماراتي كان إداري أتوقع أكثر من أنه مساعد مساعد لكن نادي النصر يطمح لمدرب يعيدها للطريق الصحيح كنفارو ليس الخيار الأمثل مثل ما قلت لك سيفي حقه كان صورة تيشيرت ممكن كانوا يحتاجون إلى مدرب تيشيرت قوانزو تيشيرت الأهل الإماراتي لا ممكن كانوا يحتاجون إلى مدرب النصر كان يحتاج إلى خيار أفضل حتى لو في الخيارات الوطنية ابناء النصر متواجدين الكابتن علي كميخ لها أيضا تجربة في الأردن لم ينجح فيها حالك حال كنفارو لماذا استقتلت كنفارو وابعت كميخ طيب في الخبر في آخر الخبر عشان لا يزعي عن الاتحادين كاتبين ريفاس لا يقف كيف شايف يا غالب جانب الاتحادي الآن وكيف شايف ريفاس بالتحديد هذا اللاعب مكينة الأهداف الحالية في الاتحاد والجلاد على كلام الاتحادين أفضل مهاجم الآن أنا أعتبر أفضل مهاجم أفضل مهاجم الآن في الدوري السعودي اللاعب قناص مهاري يستخدم عدة أدوات التصويب التمركز الرأس يعني لاعب يجيد تهديف بشكل كبير جدا يعني أنا أعتبر الموسم هذا يعني أفضل من مهاجمي للأندي الأخرى مثل السومة مثل وفولو والميدا الرفاس أفضل من السومة حاليا هم يعتبرون هؤلاء الأربعة أفضل أفضل بشكل كبير رقميا أو مستوفني شوف كم سجل هنا وكم حقق للأهلي الاتحاد كم حقق للاتحاد رقميا أنت شايف غالب أو مستوفني يعني نتكلم عندنا أربع أجانب أربع أجانب أنا أعتبر رفاس والسومة وفولو في التعاون ونسيت الميدا طبعا في الهلال هذول أفضل للمهاجمين الآن والمحترفين كمهاجمين أنا أتكلم كمهاجمين أنا أعتقد الأول احتل له المركز الأول رفاس الميدا ولا أدواردو غالب هو يتكلم عن المهاجمين يا أبو عبد الأحمن الميدا لا كمهاجمين أدواردو لاعب أو أمتقد أن تقول مهاجم خفي مكمل أو له دور ثاني يعني في الهجوم مش مهاجم صريح يعني سجلة في الأرقام يعني ضعيف الميدا مقارنة بالبقية لا لا طبعا كأفضل إمكانيات ممكن يكون مميز شوف كأفضل لاعب أجنبي في الدور السعودي طبعا ما فيش أدواردو أفضل واحد ونسيت جهاد الحسين بيزعلون عليك أهل القصيم ونت في القصيمة الحين الثاني لا شوف جهاد حسين لاعب يعني أنا شهادتي في مجروحة لكن لكن مو مثل رفاز رفاز يعني مو مثل إدواردو إدواردو يؤدي أكثر من دور طبعا جهاد حسين يمكن يعتبر متذبذب يعني بعض الشي يعطيك في مباراة ومباراة ما يعطيك يعني إحنا كانوا التعاونين يأملون منا في مباراة الاتحاد لكن أغاب شوي يعني وأعتقد أن جهاد حسين يختلف دوره عن دور إدواردو دام السيرة في الاتحاد ومباراة الاتحاد أنا عندي ملاحظة بسيطة أنه مباراة الاتحاد التعاون كان منافس حتى استبدال عبد المجيد الرويلي باللاعب بدر الخميس يعني خطأ الشاطر بألف وكانت غلطة قوميس كان الفريق تعاون قريب وزج ببدر الخميس كان تعاون قريب جدا من التعادل لكن غلطة تحسب على المدرب قوميس من ناحية رفاز هو المهاجم المميز هو اللعب الذي يحتاجها الاتحاد كيف شايف أجانب الاتحاد بشكل عام؟ أجانب الاتحاد؟ رفاز مميز منتاري منتهي ولا يحتاجها الاتحاد منتهي من أي ناحية؟ هيغير في الفترة هذه؟ والله إذا استمر رح يكون استمراره خطأ كبير ترايوس الأسترالي ما نسجم ولا يميقدم اللاعب الذي يحتاجها الاتحاد سان مارتن لاعب كبير جدا ومميز ونجم تحتاجها كل الأندية السعودية ولكن يعاب عليك كبر سنة والإصابات المتكررة هذه العيوب قد تنهي مسيرة اللاعب ولكنها لاعب مميز ونجم نادر في الملعب السعودية طيب حينما تكلمنا عن الاتحاد والشباب والتعاون كيف شايف الترتيب أو السلم بين الاتحاد والشباب والتعاون إن كان الشباب في الفترة الأخيرة كان منافس في أول الدوري ثم تراجع بأربع حزائم ثم فاز على النصر لكن كيف شايف الترتيب بين الاتحاد والشباب والمنافسة بين الاتحاد والتعاون ومن الأقرب لمنافسة الهلال والأهل أعتقد أنه كانت في الجولة الماضية كانت التعاون يستحق الثبات في المركز الثالث يعني خلينا نقول ممكن هناك خطأ فني أو بعض الأخطاء الفنية قام فيها في قوميز لكن التعاون سلبت منها المباراة بصراحة تحكيمياً وأنا ما ودي أنا تويتكلم عن التحكيم ومن أرجع ثانية أنا قبل يا غالب أنت كنت مدحك تحكيم طيب يا غالب لا أقول لك ذا كلامك قبل أنت مدحك تحكيم أنا معك معك أنا ما ودي أخالف ما ودي أخالف رأيي لكن هذا الواضح يعني لا لا سلبت لأنه التحكيم سلبت يعني فيها تعمد استاذ غالب يعني فيها تعمد ضربت جزاء عفوا أسحب كلمتي عفوا خلنقول مثلا أنه أخطاء تحكيمية ساهمت بخسارة التعاون للمركز الثالث حل والدليل أنه كان التعاون قريب من التعادل وكان فيه يعني فيه ضربتين جزاء وفيه طارد الهدف الرابع للاتحاد كان من خطأ ضربة الجزاء الاتحادية فيها خطأ فني فيمكن أنه نقول نقدر يعني نقدر نقول التعاون داخل بقوة لكن كلامي هذا لا يلغي أن الاتحاد سيدخل منافس للأهلي والهلال طيب شكر لمنصور العنزي الكاتب والإعلامي وناقد الرياضي شكر لك يا أبو عبد الرحمن تسلم أستاذ هاني وإن شاء الله أنكم قدمنا ما يليق ونعتذر أن كنا أساءنا لأحد أن حصل صواب من الله سبحانه وتعالى ونخطأنا فمن أنفسنا والشيطان الشكر موصول غالب السهلي من القصيم شكرا لك يا غالب والله أعطيك العافية على هرائك الجميلة حياك الله وشكراك وفرس سعدني شفتكم وشفت الأخ منصور أحنا سعد الله أعطيك العافية شكر موصول لكم مشاهدين الكرام على تفاعلكم في هاشتاق على مدسكول الصحافة والشكر أيضا من أسرة البرنامج بقيادة رئيس التحرير الأستاذ مصعب العمار من محدثكم أنا هاني الغامدي كان هذا كل ما في جعبتنا من صحافة الرياضية لهذا اليوم شكرا لكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة